هل تفرش على حاجة عشان الناس يتخبط على تيك توك؟ لا الناس كانوا بتتكلم على أكاونت كريم سفاح التجمه اه اوكي انت بتقول لهم يرجعوا للأكاونت بتاعه يرجعوا للأكاونت بتاعه وعلى تيك توك ويشوفوا الفيديو اللي هو كان بيعملها فناس بتقول إن الأكاونت بتاعه تقفل حد يقول لنا بس الصوت شغير كويس والصورة شغيرة كويسة عشان التكنيكل اه ربنا انا نتخذ ربنا يصبح تفصفة علينا هاهاهاها دعينة نرجع تاني وكننا بنقول لكم إن كان فيه قرار عاجل ضد صفاح التجمه وإن المحكمة محكمة جنايات بورس عيد قضت أو حكمت بالتحفظ على أمواله وممتلكات صفاح التجمه وهو ونجله أو هو وابنه اه احنا كنا نتكلم في الباك بتاعته او نتكلم في الباك راوند ستوري او ايه اللي حصل في حياة كريم صفاح التجمع قبل ما يحصل موضوع الفتيات دول او البنات اللي هو موتهم وزي ما قلنا ان هو مراته خانته مع صاحبه او صاحبه المقرب بالنسبة له وفي بعد كده مفصل ورجع لمصر هو ودنه اعتقد وعالفكرة كانوا برضه يعني الناس كتير كانت بتقول ان مراته كانت بلوجر مشهورة قوي كمان الفكرة اللي انا كنت بكلم فيها ان انت لو دخلت على الاكاونت بتاعه انا دخلت كده عملت سكرولينج هو شخص طبيعي جدا ما يبانش عليه العلامات بتاعت السايكو او الناس اللي حين مشوفها في الشارع بدرجة ان هي ممكن تقتل او تقتل بالشكل ده ان هو برضه كان الانتحيات اثبتت ان هو كان بيخضر وهو مهم متخضرين بيفضل يعزف فيهم حد ما يموته وكان بيختصبهم بعد ما يموته فالواحد هو بيشوف من الانسان غير الاحتلال الاسرائيلي طبعا او غير الجنود الاحتلال الاسرائيلي ان هم الناس الوحيدة اللي عندهم ان هو يادر يعمل كده يعني احنا شفتهم بيعملوا كده في الغزة وبيطارس وبيأجسام محروقة لكن هو كان يعني هو بيجيبهم الاول عنده وبعد كده بيخضرهم وبعد كده يعزبهم بقى يمارس معهم كل انواع العذاب اللي ممكن تتصوروها وبعد ما يموتوا بيختصبهم وبعد ما يموتوا فعلا بيعمل كده والمشكلة كمان ان هم لقوا يعني على جثة والتانية اثار لحبلة او اسمها ايه اه مواقع بيمرس معهم السادية اوه على رقبتهم وبرضو شوهم ما كانونش عارفين يعني يتعرفوا اصلا على الملامح من كتر انواع التعذيب اللي اتمرست عليهم فالموضوع كان فعلا مأساوي با اكد لنا معلومة ان انت المظاهر تخبع كريم ده من تيكتوكر ومع جنسي امريكية تيكتوكر عنده سوى 100 الف فلور واللايكس عنده دخلت في 7 مليون فمش اي حد شكله نضيف لبس نضيف يبقى كويس لا هو ده مش رول خالص بالعكس لا بس احنا خلينا نقول لا بس لاتلي بقى احنا ناخد بالمظاهر اكتر بس حسا بقى يعني لاتلي بقى خلاص الواحد بقى بيشوف يعني this type of accident كل يوم فما بقىش متفاجئ يعني فهم ويديك عرصة برضو خلي بالا فيه نوران بتقول لنا رعب بجد هو دي حقيقة قصة فعلا يعني هما معرفوش قصة غير بعد يعني زي ما انت قلت انه ممكن يكون فيه بنات كتير غير التلاتة اللي اكتشفوا بس جساسهم وين هما كانوا موجودين في الصحرة وما عرفوش ان هما التلاتة يعني مقتولين من نفس الشخص غير لما لقوا كل عنواة تعذيب اتمرست على نفس التلاتة جساس دول عرفو وقتها ان هو شخص واحد هو اللي عمل كده انا عرفت كمان ان هما بعد ما طلعوا قرار القبض عليها وطريبا هرب منهم 15 يوم يعني هما قبضوا عليه بعد 15 يوم من اللي يدوروا عليه وكده يعني مش عارف اقول ايه بس هو الموضوع كده كده مزنف كده كده لازم يتحاكم بس اهم حاجة نعرف الناس اللي قتلوا في البقين في الموضوع المتحادي بين ان هو قتل كزا حد في حد بيقول لنا في عمر وليد بيقول لنا ايه القرار يا جماعة هيحصل فيه ايه هو القرار يا عمر ان محكمة جنايات بورسعيد اصدرت حكم بيت تحفظ على امواله وممتلكاته هو وابنه سفاح التجمع وابنه هو برضه كان زي ما قلت لك كان قاعد برا فترة كبيرة كان قاعد في امريكا فترة كبيرة وبعد كده لما نزل بعد بقى ما طلق ونزل مع ابنه وفي دلقاعد هنا في مصر وجب شقة في كومباوند حلوة في التجمع الخامس او ده المكان بقى ده المكان ان هو كان بيعمل فيه بقى كل البشاية او الجرائم بتاعته انا كان عندي مشكلة برضه فتحات الجيرانة عنده الجيرانة كان بيقول ان هو كان شخص مطرم وطيب بس كان بيشوفوه بيطلع ببنات كل يوم وما بيشوفوش ان البنات دي نزلة تاني لا سيبيك انا بس انت ازاي جارك بتشوفو كل يوم مع بنت شكل طالع بيها الشقة وتقول ان هو محترم وطيب يعني احنا وصلناش للحتة دي قوي في مصر احنا قوي عندنا الناس اللي هي بس مش عايز اتدخل طبعا فيه ممكن عشان هو اتجاره ما دخلش يعني احنا طبعا مش هتدخل انا بقولش ان هو يتدخل يعني مش خش يجيب البنات من جوا بس انت ازاي بتقول ان هو طيب ومحترم ومحترم وانت شايفه كل يوم مع واحدة شكل ومش واحدة عداية زي ما قلتلك هو ان انا في هزبازن يعني ما دخلش نفسه في حتة ازاي ومش ازاي هو ممكن ليه بالتعامل الفارجي ماشي ما هو ليه بالتعامل اللي هو انا مثلا بتعامل مع بيجاد في وان تو ثري وشايفة ان بيجاد تمام ماليش دعوة بيجاد بيعمل ايه بعد كده مالا انا بقولش ان هو هيتطلقا يجيبونه من فوق انا بتكلم ان انت ازاي حكمته عن ان هو محترم وانت بتشوف كل يوم مع واحدة ومش واحدة عادية لأ يعني معروف ان بنات الليل دول بقاليهم منظر معين في منهم الهاي كلاس وفي منهم البلدي وفي منهم اللي بتلبس عباية يعني انا معلش دي نقطة مهمة استوقفت بيجاد هي من الثقافة ده الطبيعي استوقفت اه استوقفت يعني ده اللي احنا تربنا عليه يعني اكيد يعني اللي محترم في حياته الشخصية هيبقى محترم في الشغل هيبقى محترم في الشارع هيبقى محترم في كل حتة مهمة؟ التلاتة مش منفاصلنا عن بعض لا هي ناس كتبت هنا بتسأل او جرين زي ما انت قلت جرين في الكمباوند بتاعه كانوا بيقولوا ان كانوا ساعات بيسمعوا اصوات اه سريخ وبعد كده الاصوات دي مرة واحدة بتختفي اه ده برضو يرجعنا لنقطة ان كان فيه يعني التحييات برضو قالوا ان كان فيه قوضة عنده اللي هي عزلة اه القوضة دي بتاعت البودكاست اللي هو كان بيستطيع عزلة للصوت فممكن دي اللي كان بيتامي فيها اه الجرائم برضو احنا التحييات التحييات لسه شغلة في حد السنة السنة في اسمينة بتقول لنا his son must be young اه عشر سنين هم قالوا برضو فانا برضو مستغرب هم ليه تحفظوا على فلوس ابنه تبدلوقتي هو لو الشخص تسجن ابنه زنبو ايه يعني بعدا ان ابوه صفاح احنا خلاص يا رب يتعدم ايا ان كان المحاكم هتوصلنا لأيه كده كده في تحييات وفيه قضاء هياخد مجرور صح ابنه زنبو ايه وبالذات ان هو عنده عشر سنين فيه نوران بتقول لنا ما هو بقى عارف يفصل حياته الإجرامية لحياته البلاستيك اوكي صح ممكن برضو اللي هو امتى يتعمل بطريقة كويسة مع مين وامتى يعني يعمل البشاعات بتاعته ايه تقولي ايه الكومنس اللي عندك انا عندي مشكلة في حتة دي زي ما نقلت انا برضو المحترم في الشغل هتليه محترم في البيت ممكن بعارف يفصل بقى يعني بقى خلاص يعني اتمكن قوي لدارة انه بعارف بقى فيكم منتات على تيك توك تخيلوا يكون عامل كل الجرائم دي في امريكا برضو ما ظنش لان عندهم برضو يعني معروف ان النظام البوليس هناك او النظام القضايا ناكس فرم شوية والتهابات هناك يعني متطورين عندنا شوية ده الطبيعي في امريكا يعني والفرر بين امريكا ومصر كبير قوي فموظنش ان هو يقدر يعمل حاجة كده في امريكا ويقدر يسافر ويجي وقت في مصر اه هتني تقول كلامك صح المجتمع تغير نوران في اللي بكلمه في ان هو لما رجع مصر هو جاب شقة عيدي في كومباوند في التجمع الخامس واتقال برضو ان دي الشقة اللي هو يعني بيقوم فيها بقى بالاعمال الاجرامية بتاعته في في كومنت برضو بن حودة بيقول ان هو ما حدش هيركس دي مراتو هي دي مضايير لا ما انا عايز افهمك حاجة يا محمود احنا دولاتي مش بتكلم على واحدة او اتنين يعني هم لو طلع بواحدة او اتنين الشقة ما حدش هياخد بابلو فعلا انت عندك حق لان برضو كومباوندات اللي هي في في التجمع والحيطات دي كل واحد حاله وبيجعم الشغل المتأخر والكلام ده كله بس احنا اللي بتكلم هنا على تلاتة وهو في التحقيقات قال ان انا مش فاكر عددهم قدية يعني انت مثلا ممكن بتتكلم على منمام خمسة منمام خمسة ماكسمام عشرة فانت بتخيل ان انا واحد طلع نازل بستات وعايز قولك حاجة التلاتة دول هم ما قتلهمش من اول مرة هم مجوم عنده وتاني مرة مجوم قتلهم يعني هم في واحدة ماتت من تلات مرة في واحدة من تانية مرة في واحدة من اول مرة يعني التوقيت مختلف يعني هم مش من اول زر قتلهم هم بعض مجوم عنده مرة واتنين وثلاتة فأنا ما عنديش مشكلة طبعا كل واحد أنت في شئيتك يخصيتك طبعا أنا ما أقولش إن حد يطلع يتهجم أو حد يتقوله أنت ميني الناس اللي جابه في بيتك إن إحنا مش شرطة أو إحنا أولياء أمر وكلام دي كله أنا بتكلم بس في لفظ إن الجيران قالوا إن هو محترم على شكل اجتماعي مع إن هم شايفينه بيطلع ببنات ليل النهار نوران بتقول لنا هو إيه دخل الأموال في نوع الجريمة دي إيه المهم في التحفز ده نما يعني يتحفزوا على أمواله والله فيه شيخة باسمه مش عارف أرأي اسمك والله بس هو هاني السعداني بيقوله إن الجيران عنده بيقوله إنه كان بيضرب ابنه قبل كده هو بيقوله إن الجيران بيقوله إن نما كان بيضرب ابنه وفيه واحد تاني راجعها لتصور الأموالي بتاع إسرائيل لا هي إسرائيل فعلا سويتارت على محور فلادلفيا واللي بيأكد كده الاشتباكات اللي حصلت بين الجنوب بتاعتنا اللي كان على اللي كان على معبر رفح الجنديين اللي استشهدوا كانوا موجودين على معبر رفح على بورجين على معبر رفح فبقى يأكد الكلام وبرضو هما يعني قوات الاحتلال قالت كده بحجة إن فيه أنفاء كتير قوي طبعا للمقاومة وفهما بيؤدوا عليها عشان برضو تكون السورة واضحة أنا بس عايزة أرد على نوران بتقولنا إيه دخل الأموال إن هما تحفزوا على أمواله بنوع الجريمة ده أول إجراء بيحصل لما يكون فيه أي جريمة بتحصل ده أول إجراء بيتاخد عشان بقى ما يستفرش عشان ما يحولش الفلوس دي لأي يعني فهم هو مقبود عليها هيسفر ازاي الريد اتقبض عليها بصلا أنا مش راجل قضاء أنا واحد خارج إعلام فما فهمش في الحاجات دي الغريب بالنسبة لي إن هما تحفزوا على أموال ابنه اللي هو عنده عشر سنين فيعني نفترض دلوقتي إن مامة ابنه نزلت عشان تاخد الواد أم السفاح دي قررت تتبنى الطفل اللي عنده عشر سنين زنبوية هو أبو سفاحي يتحكم عليه يتقدم أي أن كان رأيي القضاء في الموضوع معناش علاق بيه بس الطفل زنبوية خلينا ناخد عندكومتسانية سؤالها يا واحد بيقولك ما تسيب الرجل يتكلم في إيه عشان توقف لنا عندي حق هو بيتكلم أكثر مني بكتير بجدع فكرة ما بيطلع معيني ما بتكلمش برضو أنضحة أنا بقاطعها كتير برضو